عادة ما تتميز الأسواق العراقية برواج الحركة فيها لسيما خلال أيام شهر رمضان المبارك إذ يسعى المواطنون لتأمين احتياجاتهم من مشتريات خاصة من أسواق تشتهر بتوفر المواد الأساسية سوق الشورجة وسط بغداد أحد الأسواق التي تتميز بنكهة خاصة في رمضان إلا أن أصحاب المحال التجارية فيها اشتكوا من تراجع حركة البيع والشراء خلال هذا الشهر مقارنة بالأعوام السابقة احتمال يمكننا صادفة الامتحانات وصادفة انتخابات وصادفة شوي متطلب ممثل قبل كلها قاعدة بواح مننا أنا أطلب جوه كلها حطيدي على خده وقاعدة ساب 3 بالثنتين بـ 12 قاعدة متعزل زين وظروف الكرباء متأثر عليهم أصحاب المحال التجارية قالوا إن الإقبال الضعيف على الحركة الشرائية في الأسواق جاء بسبب الأجواء الانتخابية المشحونة فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون والله أكيد الوضع الاقتصادي أثر على المواطن يعني الرواتب بالتقاعد اللي نقصها أكيد أثرت على القوى الشرائية ما للمواطن هو كل رمضان يعني صير خمول بالسوق بس ليس لها الدرجة ليس لهذا رمضان هذا رمضان فن مرة يعني كلش الحركة بطيئة به وهكذا أصبح حال سوق الشورج هذا العام فبعد أن اعتاد العراقيون في هذا الشهر الفضيل التوافد إليه من جميع أنحاء البلاد تلاشت زحمته المعهودة وسط أزمة اقتصادية تعصف بالعراق لتضيع معها جمالية واحد من أقدم أسواق بغداد ومقصد الكثير من العائلات